أفدت مصادر الحدث باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في منطقة جبل موية لاستراتيجي غرب مدينة سنار في جنوب شرق السودان كما تسببت الاشتباكات بسقوط عدة قذائف داخل أحياء المدينة مضطرة سكانها إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت سيطرتها على جبل موية قبل أن ينفي الجيش ذلك ويؤكد أن قواته تمكنت من صد هجوم الدعم السريع وسودانيا أيضا ومع استمرار المعارك أدرج الاتحاد الأوروبي ستة من العسكريين من الدعم السريع والجيش السوداني أدرجهم على قائمة العقوبات وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة قائدة قوات الدعم السريع في غرب درفور الجنرال عبد الرحمن جمعة بركة الله والذي يتهم بأنه المسؤول على ارتكاب انتهاكات والتحريض على القتل بدوافع أرقية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وكذلك المستشار المالي لقوات الدعم السريع بالإضافة إلى زعيم قبل بارز من عشرة المحميد المرتبطة بقوات الدعم السريع في غرب درفور وجاء إدرج العسكريين على قائمة العقوبات الأوروبية على خلفية دورهم في تهديد استقرار السودان دانت وزارة الصحة السودانية الاستهداف المستمر من قبل قوات الدعم السريع للمواطنين والمؤسسات والكوادر الصحية وقال وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم أن الدعم السريع استهدف مركز غسيل الكلة بالفاشر بالمنفعية الثقيلة موضحا أن المركز يقدم خدماته لأكثر من خمسين مريض ما يعني أنها حكمت عليهم بالأهداء تواهد مركز غسيل الكلة الآن في الباشر يعني هنا تؤدمين وقام المستعدة بتاهم المواصسات بسرية الملجي الإرهابية للمواصسات تواهد مركز غسيل الكلة ساعة الأربا يوم الآحد 27 يونيور 24 ترجمة نانسي قنقر